دعا وزير الداخلية النمساوي إلى ضرورة تعاون دول الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وزيادة إجراءات ترحيل طالبي اللجوء إلى سوريا وأفغانستان في وقتا كشف فيه مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي عن ارتفاع في منحن ترحيل المهاجرين إلى خارج أوروبا بنحو 30% خلال الربع الأول من العام الحالي كأمواج لا يعترضها مانع تعلو الأصوات المناهضة للمهاجرين في أوروبا وترتفع نبرة تصريحات مسؤوليها تتصدر النمسا المشهدة تتبنى الخطابات الداعية لإغلاق الحدود أمام طالبي اللجوء وترحيل ما أمكن منهم إلى حد بات فيه ملف الهجرة شغلها الشاغل وحديث قادتها الأبرز في المحافل الدولية وعدت المحلية وقف الهجرة غير الشرعية وزيادة إجراءات ترحيل طالبي اللجوء كان محور لقاء جمع وزير الداخلية النمساوي جيرارد كارنر بنظيريه سلوفيني والبلغاري كارنر لم يفوت الفرصة ودعا إلى ضرورة تكثيف التعاون وحماية حدود أوروبا الخارجية ليخرج المجتمعون بالمحصلة إلا أنه لا ضير من ترحيل اللاجئين إلى سوريا وأفغانستان وفي ذات الأثناء كشف مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي عن بيانات جديدة أظهرت ارتفاعا في منحنة ترحيل المهاجرين من القارة العجوز إلى خارج حدودها إذ قال إن معدل ترحيل المهاجرين ارتفع بنحو 30% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع نسبة لم تكن قد تجاوزت 22% خلال فترة ذاتها من عام 2022 وفي وقت لم تحمل بيانات المكتب تفاصيل إضافية تبقى مصائر السوريين متعلقة بمدى صمود الخطاب المضاد الذي يصر على أن سوريا غير آمنة وأن رئيسها مجرم حرب لا يؤمن جانبه ومعنا أيضا السيد أحمد مراد رئيس تحرير مؤسسة النمسا من ميديا من فيينا مرحبا بك سيد أحمد ما حقيقة ما يحدث الآن من ترحيل اللاجئين وارتفاع المنحنة بنسبة الترحيل ليصل إلى 30% خلال هذا العام حيث أننا عندما نسأل أي أحد في أوروبا أنه يقولون لا يوجد أي ترحيل أو لم يتم ترحيل سوري واحد خارج أوروبا بطريقة تعسفية أو طريقة قسرية هل لديك معلومات عن هذا الموضوع؟ تحياتي أستاذ روبا وشكرا لك على هذا اللقاء تحياتي أكادر فريق عبل سوريا تيفي صراحة تقريكم جميل جدا واللي لفظ نظري حتى اللقاء السابق موضوع الانتخابات الفرنسية كما تفضلتم بصراحة الوضع الحالي الآن الجاري في النمسا هو صراحة حملة انتخابية ليس أكثر من ذلك مع الأسف اليوم السيد جيرهات كارنر وزير الداخلية لم يتوقف فقط على موضوع الحشد الشرق أوروبي لمحاصرة اللاجئين ولكن ذهب أبعد من ذلك حيث قام بالتقييد على من حصل على حق اللجوء بشكل حقيقي حصل على حق اللجوء الدائم أو الكامل في النمسا وضيق عليه من خلال تقييد لم أشمل فمع الأسف الشديد اليوم النمسا هي تقود قاطرة محاربة المهاجرين اللاجئين الذين جاءوا إلى أوروبا إلى النمسا وغيرها من خلال هذا الحشد ليس أولها ليس عفوا ليس آخرها مؤتمر ساليس بورغ الذي تفضلتم عنه الذي كان قبل أيام وكان به العديد من الوزراء الداخلية الأوروبيين طبعا الشرقيين تحديدا وليس أوسطها السيد كارل نيهامر المستشار النمساوي الذي كان قبل يومين أيضا في برلين في ألمانيا وقال أن ألمانيا بدأت تحذو حذو النمسا بمناداتها بترحيل اللاجئين من أفغانستان أو سوريا طبعا نحن ندرك جميعا ونعرف جميعا أن النظام السوري عليه عقوبات أوروبية ليس معترف به كنظام ليس معترف به كنظام ممثل للشعب السوري بشكل كامل وبالتالي لا يوجد أي طريقة قانونية حاليا للتعامل مع هذا النظام على سبيل المثال نعم علاءات الثلاث التي متفق عليها إلى حد كبير في معظم دوله خاصة الدول الفاعلة في الملف السوري كألمانيا وفرنسا لكن مع ما يحدث الآن هو تصاعد اليمين المتطرف الذي يؤثر بالدرجة الأولى على اللاجئين بشكل عام وعلى اللاجئين السوريين وخاصة نسمع أن كانت الدينامراك تبحث عن موضوع الترحيل ولم يتم توقف موضوع الترحيل بعدها المملكة المتحدة كانت تتحدث عن دولة ثالثة إلى رواندا وتم إيقاب الموضوع قضائيا كل هذه الأفكار فاشلة ولم تطبق لكن عندما تستلم الأحزاب اليمينية المتطرفة الحكومات كيف تستطيع أن تمرر الموضوع قانونيا مع اللاجئين السوريين وغير السوريين وإعادتهم إلى بلادهم إذا اعتبروها آمنة الآن لا يعتبروها آمنة الماكن ماذا لو تغير هذه التصريحات طالب اللاجئين هي ورقة سياسية سؤال دقيق للغاية أستاذ روبا طبعا كما يقال في العرف الدبلوماسي كل ما لا يوقع عليه قابل للاختراق فما وقع عليه في الاتحاد الأوروبي أن يوجد على النظام السوري عقوبات هذا الشيء لا يمكن الابتعاد عنه ولكن لو سألتيني كيف بدأت القصة في النمسا اليوم النمسا بعد انتهاء الانتخابات الأوروبية التي شاهدناها قبل أسبوعين خسر حزب الشعب الحاكم حاليا المؤتلف مع حزب الخضر ما يصل إلى أكثر من 10% عفوا أو أكثر من 10% بالمعاشرة فاصل صفر 2 تحديدا مشاكون دقيقين وبالتالي اليوم الأحزاب الثلاثة حزب الشعب الذي هو حاكم هو مصنف يمين الوسط ويوجد حزب الحرية والذي الآن حزب اليحة الحرية الذي هو اليميني والذي هو يتصدر حاليا الانتخابات وكان هو الأول في الانتخابات الأوروبية والحزب الاشتراكي هذه الأحزاب الثلاثة اليوم تتراوح ما بين 22% و 25% من النتائج فبالتالي هذه الأحزاب الثلاثة اليوم متقاربة والأحزاب الثلاثة بما فيها اليسار اليوم يعزفون على وتر تقييد الهجرة على وتر ترحيل اللاجئين طبعا المرفوضين أو العنيفين أو المدانين كما يقولونها فبصراحة اليوم النمسا نحن ما نشاهده ونسمعه تقريبا من أعتقد من 6 أشهر هذه الأسطوانة التي نتحدث بها كثيرا كان من خلالكم صراحة هي الحملة الانتخابية التي ستشهدها النمسا في 29 سبتمبر المقبل نعم يعني موضوع هو موضوع انتخابي لكن على ما يبدو أننا فقدنا الاتصال بسيد أحمد طيب نتابع مشاهدينا في محاولة للعودة لسيد أحمد لنستكمل موضوعنا نتابع هذه المادة وضمن فعاليات أسبوع المعتقلين أقامت الجالية السورية الحرة أيضا في النمسا معرضا للصور في فيينا ركزت من خلاله على طرق التعذيب في سجون النظام إضافة إلى صور مختلفة تجسد معاناة السوريين في الداخل اقامنا المعرض اليوم بمناسبة أسبوع المعتقلين لكي نفرج الشارع النمساوي والشارع الأوروبية عن معاناة الشعب السوري ومعاناة المعتقلين وشو عم يعانوا بقلب السجون نظام الأسد أهمية إقامة المعرض بهاي الساحة هاي أهم ساحة بفينا هون في كتير سياح في كتير ألمان من المساويين من جميع أوروبا وكتير عالم عم تجايوا عم تشوفوا المعرض وعم تتعاطف معنا وعم تتعاطف مع معاناة الشعب السوري هذا فضيع جدا الناس الذين يتعرضون للتعذيب الأطفال الذين يموتون فضيع جدا وترك أثرا كبيرا في نفسي لم أكن أعرف شيئا عن سوريا رأيت المعرض وشرحوا لي عن الوضع أكثر ما صعقني تعذيب الأطفال إنه شيء سيء جدا عندما أفكر كم يموت الناس في السجون يعذبون ويتعرضون للعنف أتمنى أن يأتي أكبر عدد من السوريين إلى النمسا وإلى أوروبا عموما ويجب على حكومتنا أن تستقبلهم وأن لا ترحلهم يقول السياسيون إن سوريا بلد للعطلة وأتمنى أن يذهب السياسيون لقضاء عطلهم هناك وأن يستمجعوا بها أعتقد أن لدى النمساويين معلومات قليلة عن سوريا والسبب أن الأحزاب في البرلمان لا يبدون أي اهتمام لذلك فعلى العكس يريد بعضهم ترحيل السوريين إلى الأسد وأجد أن هذا عنصري وحتى منظمات حقوق الإنسان تغض الطرف ولا تهتم بالوضع في سوريا كما يجب يظهروا لك ويظهروا لك ويظهروا لك من جديد كنا نتحدث قلت أن هذا كله متعلق بالانتخابات في ديسمبر المقبل لكن مع ذلك حتى لو كان الموضوع ورقة سياسية وورقة انتخابية للوصول إلى سدة الحكم بالنهاية عندما يصل حزب متطرف يميني إلى الحكم يقوم بسن القوانين يقوم بقيام بإجراءات تضييقية وربما تخنق اللاجئين والمهاجرين وهذا بالدرجة الأولى يؤثر على السوريين الموجودين في أوروبا بشكل عام والعدد ليس بقليل كيف قانونيا من خلال النظمات القانونية من خلال الجاليات الموجودة في المهجر في أوروبا كيف يتم التعامل مع هذا الموضوع لحماية السوريين وليقاف أي خطر متعلق فيما لو كنا تحدثنا عن الموضوع أنه اعتبار سوريا بلد آمنة وقابلة للعودة صحيح مقاربة دقيقة للغاية أستاذ روبا وأسف للانقطاع الاتصال من جهدي بصراحة الذي تفضلت به دقيقة للغاية مع الأسف في الفترة الأخيرة الغضية السورية خفت بريقها إلى حد ما مع تصاعد العديد من القضايا الدولية والتي نشاهدها ليس آخرها في غزة وليس أولها في أوكرانيا فبالتالي هذا الموضوع هذا الموضوع مع الأسف هو ورقة انتخابية وكما تفضلت هذا الموضوع في نفس الوقت لا يتعدى ولا يستطيع أن يتجاوز النواثيق والمفوضية الأوروبية وحتى لو خرج أي قرار يتناقض أو يختلف مع القوانين الأوروبية يوجد هناك محكمة العدل الأوروبية التي ليست هي معنية لا بيمين ولا بيسار ولا بانتخابات ولا بغير ذلك فأي قضية تكون مثلا مخرجاتها تنتهك معايير حقوق الإنسان تميز فئة عن فئة أخرى إن كان مخزا عدل سبينيسان من خلال موضوع المساعدات أو من خلال موضوع تقييد اللجوء نفسه فبالتالي هذه تخضع إلى الميثاق الأوروبي المفوضية الأوروبية اليوم لم تغلق الباب أمام اللاجئ السوري ومن في حكمه حتى نكون دقيقين ومن في حكمه على أن اليمين وغيره يتحكم به شاهدنا في إيطاليا بإيطاليا يوجد حكومة يمينية بفرنسا شبيه بما هو موجود في النمسا لم أحد يستطيع بصراحة بصراحة إلغاء اللجوء ولكن ما يستطيعون اللعب عليه وما يحصل الآن وكل سوري مقنين في النمسا يدرك ويعرف ما أقوله بالضبط ماذا تقوم به النمسا كما قلت لك ما لم يوقع إلعب به كما تشاء فكيف تلعب النمسا تماطل بإعطاء حق اللجوء تؤخر طلبات لم الشمل يعني تمارس تمارس خلينا نقول أن يكره الشخص النمسا الموجود بها ويقول لماذا أنا لجعت إلى النمسا تدفعه إلى المغادرة مئة بالمئة تدفعه إلى المغادرة وحتى قمنا اليوم بإنفوغرات في النمسا ميديا بتقديم تقرير أنه يوجد العديد من اللاجئين تركوا النمسا وألغوا الإجراءات أبل أحرى يعني أوقفوا الإجراءات كما هي وذهبوا إلى دولة أخرى لتقديم لجوء في مكان آخر طبعا هذا الشيء طبعا له تبعات قانونية بصمة دبلن وما إلى ذلك والاتفاقيات المعروفة بهذا الشأن ولكن بصمة كان له تبعات وكان يتم التغاضي عنه منذ سنوات لكن الآن ومع تراجع الاهتمام بالملف السوري أصبح الموضوع صعبا جدا وربما شبه مستحيل هل موضوع البحث عن دولة ثالثة مطروح في اللمسا وما يتم الحديث عنه الآن ونقطة أخرى لدولة لتشيك جمهورية لتشيك منذ أيام طرحت أن يكون هناك مكان آمن أو أي مكان داخل سوريا آمن لإعادة اللاجئين هل هذا الموضوع أيضا مطروح في النمسا في نفس الإطار ونفس الحديث وكان هناك تفافق مع دول أوروبا الشرقية مع هذا الطرف منطقة آمنة أصلا أستاذ روبا أصلا أستاذ روبا من بدأ بهذا الطرف بصراحة هو النمسا السيد جيرهات كارنر وزير الداخلية والذي هو من حزب الشعب هو من قال في البداية وبدأ في هذه السنفونية أن اللاتقية آمنة وأن دمشق آمنة والأكثر من ذلك قبل أيام السيد كلاوس السفير النمساوي في دمشق يقوم بزيارة إلى جامعة دمشق وتقديم سلسلة من الكتب التي أهدتها النمسا إلى جامعة دمشق إلى وزارة الثقافة إلى ما إلى ذلك وقمنا بنشر هذا الخبر صراحة النمسا اليوم يعني مع الأسف موقفها مخجل للغاية بالتقارب مع نظام إجرامي هذا الخطاب الذي تنتهجه اللاذقية آمنة دمشق آمنة علي أن نرحل السوريين يا سيد جيرهات كارنر أنا قلتها لك أنت تستقوي أو تجميدا من الشمل يستقوي على عدد من الأطفال والنساء الذين كانوا ينتظرون اللحاق بأسرهم ويضيق عليهم وكله بلا قانون يعني لو سألت السيد جيرهات كارنر على أي أساس تستند بهذه التأخيرات بقول لك أنا أشك أنا أعتقد أن الوثائق السورية غير صحيحة فبالتالي يتم التضييق على اللاجئ السوري كانت هذه أحد الحجج موضوع أن الوثائق مزورة يعني كان هناك حديث عن هذا الموضوع بكل أحوال شكرا لك السيد أحمد مراد رئيس تحرير مؤسسة النمسا ميديا كنت معنا من فيينا شكرا لك اشتركوا في القناة